ويستبعد المتابعون حدوثا فراجا سياسي داخل البيت الشيعي بعد أن وصلت الخلافات حد كسر العظم بالثلث المعطل الذي يخضع لمراهنتين كبيرتين سواء ببقاء بعض قوائه البرلمانية أو الحصول على أصوات جديدة لجلسة الأربعاء ما يجعل من القدرة على منح الثقة حجر المعادلات الجديدة وحسب المراقبين فإن الكرة في ملعب تحالف إنقاذ وطن للفوز بثلاثية جديدة في تحقيق التوافق الكردي وثقة المستقلين وأيضا كسب أنصار جدود من البيت السني وهي القراءات الإضافية المعززة لنتائج زيارة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى طهران الأحد ويرى المراقبون في توقيت الزيارة بأنه خيار الوساطة الإيرانية الأخير والذي سينعكس إيجابيا على حوارات الساعات المقبلة بعد أن بات الاتفاق الشيعي الداخلي مهمة مستعصية ما يتطلب وساطات بنكهة الضغط لإعادة إحياء التوافق السياسي في الأغلبية السياسية الموسعة التي ستضم أطرافاً لبرالية من مختلف المكونات حتى لو تطلب ذلك إعادة التفكير بمرشح رئاسة الوزراء ترجمة نانسي قنقر